مرحبا للجميع وبشرفني شارك بهاللقاء حول المسألة السورية بداية فيما يخص سوريا من الضرورة يعني شوية تشريح النظام السوري ببنيته بثقافته وبممارساته لأنه النظام السوري رغم وجود عناصر شبه مع أنظمة عربية استبدادية أخرى إنما عنده عدد من الخصائص المرتبطة حصرا بالوضع السوري نظام حفظ الأسد نشأ بعد العام 1970 كان الوضع بسوريا من العام 1963 ضمن سيطرة حزب البعث وسيطرة حزب البعث عنت أنه هناك نظام حزب واحد حل لجميع الأحزاب للنقابات منع تشكيل هيئات وجمعيات وتنظيم المجتمع على أساس الانتماء إلى أشبال البعث شباب البعث طلاقع البعث والنقابات أيضا بديرة حزب البعث مع سيطرة كاملة لخطاب إيديولوجي واحد هو الخطاب البعثي القائم على مزيج من القومية العربية ومن تطبيق عدد من السياسات الاشتراكية بالاقتصاد وبتأمين الأراضي وبغيرها من الأمور وطبعا حزب البعث استلم السلطة بعد سنتين من الانفصال اللي صار بين سوريا ومصر وبعد تجربة الوحدة العربية أو الجمهورية العربية المتحدة من الـ 58 للـ 61 وما أدت إليه من إشكاليات بالحالة السورية فضمن حزب البعث اللي استلم السلطة بالعام 1963 صار في عدد من الانقلابات بالعام 1966 صار في انقلاب داخل حزب البعث وقتى بمجموعة إلى الحكم ينتمي معظم أفرادها إلى أقليات طائفية بسوريا وتحديدا إلى الأقلية الطائفية العلوية يعني العلويين هنا حوالي 10% إلى 11% من سوكان سوريا بالعام 1970 صار في انقلاب تاني داخل حزب البعث أوصل حافظ الأسد على حساب رفاقه بالحزب اللي كان شريك لألون بانقلاب الـ 66 وحافظ الأسد من لما استلم الحكم بالعام 1971 رسميا يعني بعد أشهد من الانقلاب كان عنده هاجسان الهاجس الأول هو يمنع انقلابات إضافية ضمن المسلسل اللي سوريا عرفته وبالتالي اللي يمنع هكذا انقلابات تتفكر بإنشاء عدد كبير من الأجهزة الأمنية الموازية واللي شغلتها تتجسس على بعضها تماما كما تتجسس على المجتمع وتقمع كل ديناميات وكل آليات سياسية بهالمجتمع وإضافة لهيك ولهون ذكرت من شوي المعطة الطائفة إضافة لهيك ركز على بناء عصبية ضمن الطائفة العلوية من خلال استخدام شبابة لجزء منهم كان مهمش اجتماعيا واقتصاديا استخدامهم بالأجهزة المخابراتية وإدخالهم إلى الجيش وتعزيز عدد من مراكز القوى العشائرية ضمن البيئة العلوية مع فتح أيضا مجموعة تحالفات مع ما تبقى من البرجوازية السنية بالمدن مع البرجوازية المسيحية ببعض المناطق فبنى نظام معقد عموده الفقرية هو الأجهزة الأمنية والمخابراتية الجيش يلعب دور أساسي فيه وربط مراكز القوى ضمن الأجهزة الأمنية والجيش بالانتماء الطائفة العلوية بالمنطقة اللي هي منطقته الساحل السوري لكن ما اكتفى بهالأمر عمل أيضا مجموعة شبكات ولاء ضمن برجوازيات مدينية ضمن مراكز تأثير طائفية تانية وأيضا جعل كل دور الفتوى والكنائس والمسؤولين عنها يرتبطوا بعلاقة ولاء لألو اللي يقدر يوسع من شبكة تأييد للنظام بالمجتمع السوري واستفاد إقليميا بالعام 1970 من غياد مصر بعد وفاة عبد الناصر عن الساحة الإقليمية ليجرب يبني لحاله قيادة إقليمية ما استفاد بعد فترة من الحرب الأهلية في لبنان وجيشه بالعام 1976 اشتاح لبنان ضرب المقاومة الفلسطينية أو منظمة التحرير وضرب اليسار اللبناني أضعفهم ومن ثم انقلب على اليمين المسيحي اللبناني أيضا ليصبح السيد الأوحد تقريبا للساحة اللبنانية ولإدارة التناقضات فيها استفاد بعد العام 1979 من الثورة الإيرانية ليبني تحالف مع إيران وبنفس الوقت رغم تحالفه مع إيران بقي متحالف مع السعودية فأصبح يدير تناقضين أو أكثر من تناقض بالأحرى على السعيدة الإقليمية بين إيران والسعودية تناقضات الساحة اللبنانية إضافة لتوظيفه الدائم للقضية الفلسطينية بخطابه وبالتبريره لمجمل تحركاته فوق هالتحالفات الإقليمية المختلفة أقام حفظ الأسد التحالف مع الاتحاد السوفيتي هو استمرار لتحالف بدأ من أيام حزب البعث من الستينات عمقه لكنه بنفس الوقت لما اشتاح لبنان بالعام 1976 أمن أيضا خط تواصل دقيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وهنري كيسنجر زار دمشق بأكثر من مرة جولات مكوة بين واشنطن ودمشق وتل قبيب لكي يحظى بإذن التدخل بلبنان مع شروط إسرائيلية لتدخله خلت من نهر الأولى اللي هو نهر بمدخل الجنوب اللبناني بمدينة سيدا هو نقطة الانتشار القصوى لقواته اللي يبقى على مسافة معينة من الحدود مع شمال فلسطين المحتلة فبالتالي حافظ الأسد أدار مجموعة تناقضات إقليمية ودولية بعلاقاته ومشاركته بحرب التشرين أو أكتوبر التلاتة وسبعين كانت آخر مرحلة من مراحل الصراع للدولة السورية بتزج نفسها فيه أو بتخوضه ضد إسرائيل من بعد الحدود أو بالأحرى الجولان المحتل والحدود السورية الإسرائيلية اللي رسمت بـ 73 أصبحت هادئة تماما وهذا جعل إسرائيل مطمئنة إلى الحكم الأسدي طالما أن الحدود هادئة وطالما أنه لا يوجد ما يقلق إسرائيل استراتيجيا حضوره بربنان جعله يستفيد سياسيا واقتصاديا من أزمات البلد الحرب العرائية الإيرانية خلته يستفيد من ضعف خسمه وشبيهه صدام حسين اللي عنده نفس النظام ونفس الثقافة ونفس البنية فقدر يبني لسنوات طويلة حكم قائم على توظيف المنطقة لصالح امساكه بالسلطة بسوريا وابتزازه لأكتر من طرف من خلال الحرب اللبنانية من خلال علاقته مع إيران تسهيله لتفاوض أحيانا بين الأمريكيين وإيران جعله نوع من صلة وصل بين أكتر من طرف على خصومه أو مكنه بمعنى آخر من إطالة عمر نظام بهالوقت المجتمع السوري لم يستسلم لحكم السلالة اللي حتصير في مبعد الأسادية حيوياته كانت عم تحاول تقاوم السطوة والهيمنة الأسادية الكاملة حصل بدمشق وبحلب وبحمى وبأكتر من منطقة انتفاضات أو إضرابات شاركت فيها أحيانا من مجموعات مختلفة عندها مشارب ثقافية وسياسية متنوعة الأخوان المسلمين لعب دور الشيوعيين بأكتر من طايف أو بأكتر من تنظيم لعب دور أيضاً مجموعات يسرية أخرى وحتى بيقات محافظة حاولت تتمرد على الحكم الأسدي لكن الرد كان بقصوة شديدة جداً من خلال الاعتقال من خلال السجن من خلال القتل الاغتيال اغتيال حتى طال معارضين خارج سوريا إضافة لمجازر داخل سوريا معروف منها مجزرة سجن تدمر اللي هو من أكثر السجون وحشية بالعالم ربما مش بس بالمنطقة لأنه بسحرة وبظروف قاسية جداً كمان مجزرة مدينة حما اللي سقط فيها ألوف الضحايا في البعض بيذكر رقم العشرين ألف حتى لعدد ضحايا المقتلة اللي صارت بالعام 1982 وفرض حافظ الأسد بالتالي على سوريا صمت وخوف وصطوة وظف فيها كل إمكانياته الخارجية وإمكانيات الدولة السورية وأجهزتها إضافة للعب على التناقضات الطائفية والتخويف من أي تبدل بغير من التوازنات الطائفية لأقامها بالبلد هالأمر مكنوا بالعام 2000 من نقل السلطة إلى ابنه بشار الأسد اللي ما كان الخيار الأول لأنه كان عنده باسل الأسد ابنه الأول اللي ميت بحاد السيارة بالعام 1993 أو 1994 كان عم بحضروا للرئاسة وكلفوا بأكتر من مهمة فمن بعد وفاة باسل استدعى بشار اللي كان بلوندن وبدأ بتكليفه أيضاً بمجموعة مهام الرئاسة فطبعاً على طريقة الأنظمة الشبيهة تم تعديل الدستور وجعل سن الترشح للرئاسة 34 وأصبح بشار الأسد رئيس لسوريا بآخر العام 2000 ضمن استفتاء لأنه ما فيه انتخابات تعرفوا بمصر أكيد وبمعظم الدول العربية انتخابات 99% 99.99% بشار أراد يظهر بعض التواضع فكان 97.6% أو 7% بحدود هالرقم جعلت منه رئيس لسوريا رئاسته كانت استمرار لسياسة والده على صعيد الأجهزة المخابراتية والأمنية والعسكرية وعلى صعيد البنية الطائفية والعلاقات الزبائنية لنظام على صعيد الاستمرار بإدارة الشأن اللبناني العلاقة مع إيران ومع السعودية بنفس الوقت التقارب أكثر مع روسيا بعد فترة تباعد تباعة انهيارات اتحاد السوفيتي بنفس الوقت عدم القطع مع الغرب وتحديداً مع أمريكا إنما مثل الوالد مثل بيو مع خطاب دائم لا يتناسب مع أي وقائع على الأرض خطاب معادلة الإمبريالية يشتم الإمبريالية بوقت هو عم يفاوض معها وعم بيطلب باستمرار ضمانات منها أو بيحاول يكون وسيط لقلب المنطقة بس بيميزوا هالأمر عن أنظمة عربية تانية كانت تمالق ما يسمى بسياسات الغربية أو الإمبريالية وحتى لا تهجوها ولو من باب رفع العتاب هو كان عم يحافظ على هال الموظف هيدا بالهجاء من دون أي طبعات ميدانية الفرق بين بشار الأسد ووالده إنه بشار الأسد سرع من تحرير الاقتصاد اللي كان بعضه ضمن الميراث الاشتراكي البعثة وخسخص الدولة السورية أو عدد من خدماتها واللي استفاد من هالخسخصة هنا مجموعة رجال أعمال حوله من جيله مش من جيل والده اللي بدأوا ينكفؤوا وتحديدا ابن خاله رامي مخلوف اللي هلأ يمكن بعض عم يسمع اسمه لأنه انقلب عليه بشار وبدأ يصادر له أملكو رامي مخلوف أصبح الأمبراطور الاقتصادي لسوريا الأسد الأبن من خلال حصوله على حوالي 50% من عمليات الخسخصة ومن بنية الاقتصاد السوري الجديد القائم البعض منه على خدمات على بعض السياحة على أمور تانية العلاقة بالغاز بكميات محدودة من النفط بمجموعة مشاريع بالاتصالات بالبنوك استفاد منها كلها رامي مخلوف وبالتالي تعمقت بسوريا إضافة للمسائل المرتبطة بقمع الحريات وإضافة للمسائل المرتبطة بإثارة نعراض طائفية وتخويف طرف من طرف آخر وإضافة للسطوة المخابراتية صار في سطوة جيل جديد من الجيل الأعمال بتؤدي لخلل اجتماعي أوسع لمظالم اجتماعية أكبر والمناطق التي كانت ريفية والتي كانت مستفيدة من دعم الزراعة أيام الأرب أصبحت أكثر عرضة للتهميش الاقتصادي أطراف سوريا تحديدا من جهة الرقة ودير الزور والحدود الشرقية تعرضت إضافة للتهميش الاقتصادي الاجتماعي إلى موسم جفاف لم تقم الدولة السورية بأي تعويض للمزارعين ومربي المواشئ من بعده فسبب هالأمر أيضا نزوح داخلي حرب العراق ألفان وثلاثة وأجتماع ماركا للعراق كان إلى تبعات ثم الصراع بلبنان ما بين معارضين نظام السوري والموالين لأله أدى إلى اختيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وإخراج الجيش السوري من لبنان ليعتبر نوع من إضعاف لسطوة بشار الأسد الإقليمية فهالأمور هاي كلها دفعته للالتصاق أكثر بإيران وبروسيا وبحليف إيران بلبنان حزب الله من أجل ادعاء مواقف معادة للإمبريالية هي بالتحديد المواقف لجزء من اليساريين العرب أو بشكل خاص الغربيين بينخضعوا فيها أو بيعتبروها تعبير عن إرادة مقاومة لهيمنة أمريكية أو غربية بالمطر فسوريا الأسد بالتالي هي خطاب إيديولوجي يدعي ممانعة مع ممارسات عادة تهدف إلى التوفيق ما بين مواقف أطراف مختلفة ومتناقضة وسطوة أمنية مخابراتية عسكرية داخل سوريا إلى حد أنه عشرات ألوف السوريين مروا بتجربة السجن عشرات ألوف السوريين مروا بتجربة التهجير والنفي خارج سوريا هذا كله قبل العام 2011 وملايين السوريين عانوا من الفساد ومن السطوة الأمنية والمافيوية على حياتهم اليومية فسوريا الأسد بها المعنى هي كانت سجن كبير لعدد من الناس وكانت مرتع اللي بدون يستفيدوا من أيضا قيم بأعمالهم فيها وفي كتير أدب سجون وفي كتير سينما سورية وضويات وعمل فني وغيرها كانت عم تحاول تحافظ على ذاكرة سورية لهالفترة موجودة وصارت موجودة أكتر بعد الـ 2011 ضمن هالبيئة أو ضمن هالظروف السورية اللي وصفناها ومع التبعات الخاصة بصعوبات الاقتصادية اللي عم تعاني منها كانت شرائح عديدة من شرائح مجتمع السوري ضمن متغيرات الإقليمية ضمن بروز متغيرات ديموغرافية بالمنطقة ومع انفجار الثورات العربية بآخر العام 2010 بتونس ومصر تداء من عام 2011 وتوسع رقعة الانتفاضات لليبيا لليمن للبحرين مع طبعا اختلاف الظروف واختلاف المسارات والمآلات والقوى اللي شاركت بهالانتفاضات كانوا كثيرا مستبعدين أن تقوم انتفاضة بسوريا بسبب عنف النظام السوري بسبب تجارب سابئة لما صار فيها انتفاضات انتهت بمجازر وبمدابح حقيقية بمن الموضوع فقط عنف رمزي أو عنف يستهدف أفراد محددين أو معارضين سياسيين بارزين يتم اعتقالهم أو نفيهم أو حتى اغتيالهم بشكل فردي لا بسوريا العنف كان معمم بالعام 1982 في ألوف الضحايا بالعام 1980 في مئات الضحايا إضافة لكل تجارب الاغتيال خارج سوريا ودخلها وكل تجربة الاعتقال السياسي فالبعض اعتبر انه سوريا قد لا تشهد ثورة بدورة وفوجئ الجميع بشهر آذار 2011 أو مارس 2011 ببدأ الانتفاضة السورية من خلال مظاهرات حاشدة من خلال اعتصامات كانت تم كل يوم جمعة بمرحلة أولى بدأت بجنوب البلاد بدرعة وانتشرت بكل المناطق السورية على كل الرقعة الوطنية السورية مظاهرات أسبوعية ثم يومية وكان في حرص بالأشهر الأولى على إبقاء السلمية وعلى التمثل بالثورات العربية وبميدان التحرير تحديداً إنما رد النظام السوري كان من الأول هو الحيلولة بشكل كامل دون أن يتكرر مشهد ميدان التحرير بسوريا يعني فوراً النظام السوري احتل بالدبابات ساحات المدن الكبرى لا يمنع أي مظهر احتشاد شعبي بالمدن ولا يحصر الحراك الشعبي والانتفاضة الشعبية بأرياف أو بمدن صغرى أو بضواحي مدن وبالتالي بيقدر يعتبر من بعدها أن الحركة هي حركة لأسباب اقتصادية لها منشأ ريفة محافظ ويسهل تبرير قمعه عند الإدعاء بأن المدن الكبرى وأكترية السكان والفئات المنتجة والطبقة الوسطى والمتعلمين هن معه ضد هؤلاء القلة اللي عم بيتحركوا بأرياف وبمناطق بدوية وبالتالي بيقدر يعمل أو يحاول يعمل شرخ اقتصادي اجتماعي إضافة إلى الشرخ الطائفة ويقول أيضاً أنه البيئات اللي عم تتحرك فيها المظاهرات والإحتجاجات هي بيئات محافظة إسلامية وأنه الإسلاميين عم بيلعبوا دور بالتحريك وبالتالي بيقدر من خلال هالمقولة يخوف الأقليات الطائفية بسوريا يقدر يقول أنه هو نظام يدافع عن العلماني والقيم التقدمية بوجه إسلاميين وبوجه محافظين أو رجعيين أو غيره من التصنيفات اللي استخدمها واستفاد بنفس الوقت من تقدم القوى الإسلامية بأكثر من مكان بالعالم العربي بعد الثورات ليقول أنه هيدا الخيار هو ما سيجري في سوريا أيضاً في حال لم نتمكن من السيطرة عالمية لتقديم كل ذلك من خلال ممارسات بدأ النظام بالقتل وبالاستهداف بالنيران الحي للمتظاهرين والمتظاهرات بكتير مناطق سورية تحديداً بالمناطق الفقيرة وبالمناطق اللي أكثر إيتها سنية دينياً أو طائفياً وبالمناطق اللي الناس فيها مهمشة وبتشتغل مهن صغرى بالمدن لا يكتر من الشرخ القائم ولا يبرر الأتل الدائم والأتل قلات وهالأمر أدى مع الوقت ابتداءاً من ستمبر تحديداً إلى بدء ظهور عسكرة للثورة السورية إلى اعتبار عدد من الجنود والضباط من صغار الرتب بالجيش أن انشقاقهم هو أفضل طريقة لما يكونوا ضمن آلة القتل اللي يعتمدها النظام وأيضاً عدد من الشباب بأكثر من مكان ومدينة وبلدة بلشوا يشكلوا لجان لحماية المظاهرات فمظاهر العسكرة صارت جلية بسبتمبر 2011 وطورت بموازات استمرار المظاهرات وأشكال الحراك السلمة والتنسيق اللي بتم بشكل سري وباستخدام وسائل التواصل اجتماعي السكايب بشكل خاص اللي انتو عرفتوه بمصر كمان يعني مجموعات اللي بتنسق مشان المظاهرات وبتنتقل من محل لمحل كان مستمر بموازات بدايات العمل العسكري وربما بالعام 2012 بصيف العام 2012 العمل العسكري بدأ يصبح هو الأكثر حضوراً بفعاليات الثورة السورية ضمن الجيش السوري الحر وبدأت أيضاً تبرز مجموعات إسلامية هلأ هالمجموعات الإسلامية فينا الميز بين طرفين فيها طرف يرتبط أكثر بالإخوان المسلمين أو بمجموعات سلفية أفلتت من قبضة النظام وشكلت جماعات وهناك طرف آخر بدأت مظاهره تبدأ بسوريا هو طرف الجهادي يعني غير المرتبط بالخريطة السورية البعض منه كان بالعراق ضمن الدولة الإسلامية برافدان أو بالعراق وبعدين صارت بالشام البعض منه إجا عبر الحدود التركية والنظام السوري لعب دور أساسي بتعزيز هذه القوى مش بلك من باب يعني ما عم بحكي هون من باب نظريت المؤامرة لأنه أمرار بيصير فيه كمان مبالغات بالحكي عن هيدا الموضوع إنما من المثبت إنه عدد من قادة الحركات الجهادية وحتى من بعض الحركات الإسلامية غير الجهادية كانوا بالسجون السورية استخدمتهم المخابرات بفترة ومن خلال إرسالهم للعراق للمشاغبة على الاحتلال الأمريكي للعراق حماية لنظام سوري ومن أجل التفاوض مع الأمريكيين وهيدا اللي صار بعد العام 2008 وتم اعتقال العديد من الخلايا اللي كانت مبعث على العراق ووضعها بالسجون وبدأ تدريجيا الإفراج عنها من شهر 6 2011 بعد الثورة السورية مع العلم إنه هالأشخاص اللي أفرج عنهم رح يصيروا جزء من الحالة المواجهة للنظام وبالتالي بيقدر النظام يقول وهيدا البعض بيسميها يعني النبوءة ذاتية التحقيق بيقدر يقول إنه أنا عم بواجه مجموعات إسلامية فخياركم هو ما بين هالنظام والاستقرار اللي بيأمنوا حتى لو في تضحية بالحوريات وما بين المجموعات إسلامية هي اللي عم بتقاتل وعم تحاول تسقط حكم الأسد فالنظام ساهم بعملية تغذية الحركات الإسلامية خاصة المتطرف منها وبدأ عملية القصف وتدمير مناطق واسعة بسوريا من أجل فرض التهجير داخلي من أجل فرض تغيير ديموغرافي ومن أجل إثارة الطائفية أكثر علما أنه قادة الوحدات العسكرية الأساسية وقادة الأجهزة المخابراتية الأساسية اللي بلش يبين أثار تعذيبة اختصابة للمعتقلات ولمعتقلين واختفاء الألوف بالسجون السورية ومن ثم اكتشاف جثثهم من خلال الصور أو من خلال المقابر الجماعية أكثر المعنيين كانوا بإدارة هذه الأجهزة المخابراتية كون من الطائفة العلوية دفع النظام باتجاه بعض طائفة وقابلوا الإسلاميين ببعض الأحيان أيضا ببعض طائفة مضاد وبالتالي دخلت الحرب السورية ضمن إطار طاحن من المعارك زاد من ضراطه التدخلات الخارجية فيها أول تدخل جرى بسوريا هو التدخل الإيراني إيران معنية جدا ببقاء النظام السوري حليف الألاء لأنه بيأمن لها امتداد مباشر نحو لبنان ونحو الحدود مع إسرائيل من خلال حزب الله بتقدر إيران تقول أنه في حال برنامج النووي تعرض للتهديد عند قدرة رد مباشرة من خلال حزب الله وعلى الحدود الإسرائيلية مباشرة وليس فقط انطلاقا من الأراضي الإيرانية وجود سوريا حليفة لإيران يجعل من إيران قوة إقليمية ضمن إمتداد استراتيجي بمر عبر العراق اللي هي القوة المهيمة فيه وصولا لسوريا والبحر المتوسط ومن ثم لبنان فإيران بالتالي كانت معنية من الأول بعدم سقوط النظام السوري وأرسلت عناصر من الحرس الثوري ثم طلبت من حزب الله إرسال قوات عسكرية دخلت رسميا بالمعارك بسوريا بآخر العام 2012 وبنعرف هالشي بلبنان من خلال نعوة مقاتلين لحزب الله سقطوا بسوريا ثم جندت أيضا ميليشيات شيعية عراقية أرسلتهم من بعدها جندت ميليشيات شيعية أفغانية من الهزارة عملوا لواء اسمه فاطن يون بعدين من باكستان لواء زينبيون ومجموعة قوى عراقية النجرباء عصائب أهل الحق أبو الفضل العباس يعني ميليشيات مع أسماء كمان مذهبية شيعية بالمقابل للخطاب المذهب السنة كردة فعل صار كمان يرتفع أكتر وجرى تعزيزه من قبل السعودية قطر وتركيا ساعدوا القوى العسكرية الأقرب للأخوان المسلمين إضافة إلى بعض فصائل الجيش السوري الحر فخرج الصراع السوري عن إطاره الوطني وأصبح أيضا مخترق ومنتهق من قبل الأطراف الإقليمية ومكتفت هالأطراف بهالأمر مع الوقت ما بين البعض الديموغرافي السوري حيث المسلمين السنة هن الأكترية الساحقة والجهد العسكري اللي وضع من قبل كتير أطراف المجتمع ضد النظام وعدم قدرة النظام على الاستمرار بالتعبئة بدأت تتبين أيضا على الأرض من خلال خسارة مناطق شاسعة من سوريا وصعود داعش ومجيئة من العراق وفرضة سيطرة على جزء من شرق سوريا بعد معارك تحمي مع المعارضين السوريين مش مع النظام بالفترة الأولى وتشجيع النظام المباشر وغير المباشر لداعش عبر تجنب قصف المناطق اللي سيطرت عليها وتركيز قصفه فقط على مناطق النظام سمح لداعش بالمزيد من التوسع وهون فينا نحكي كان عن نوع من التحالف ولو غير منصق إنما في استفادة كانت متبادلة النظام بيقول الخيار الآخر لم يعد حتى الإسلاميين السوريين أصبح أنا أو داعش داعش بتقول هيدا النظام هو نظام ينبغي إسقاطه لأسباب إسلامية جهادية وتستقطب على أساسه ناس وبنفس الوقت ما كانوا عم يستضموا على الأرض بقدر ما كانوا عم يستفيد كل طرف من إضعاف الطرف الآخر لخصومه ضمن هالبيئة هالظروف هاي وبعد ما استخدم النظام السوري السلاح الكيماوي بالعام 2013 بشهر أغسطس وأتل بساعة وحدة أكثر من 1500 شخص بغوطة دمشق اللي هي مناطق بالزمان كانت زراعية ثم الكثافة السكانية والنزوح داخل سوريا أدى إلى عمارة وإلى تحولها إلى مدن ممتدة على ضواحي الشام دمشق ضربها بالكيماوي وكان الكيماوي هو الخط الأحمر الوحيد اللي وضعوا الأمريكان أو إدارة أوباما وقالوا أن تخطي هالخط الأحمر قد يؤدي إلى ردة فعل أمريكية ما حصرت ردة الفعل بسبب اتفاق روسي أمريكي على نزع السلاح الكيماوي للنظام السوري مقابل تجنيبه أي عقاب على استخدامه بمعنى النظام السوري نجح بتأمين حياة جديدة لأله بعد ما استخدم الكيماوي وهون نظريت المؤامرة كانت تكون شؤله مصلحة يستخدم الكيماوي في حين أنه قد يؤدي هالكيماوي إلى تدخل ضده وعدد من الحركات المناهضة الإمبريالية تظاهرت بالعالم وقتها ضد أي تهديد للنظام السوري وقالت أنه لا يمكن أن يكون هو المسؤول عن الاستخدام الكيماوي في حين فعليا على الأرض بعد ما استخدم النظام السوري للسلاح الكيماوي نجح من أي عقوبات بسبب دعم روسيا لأله وبسبب صفقة انعملت ومكنته أنه يستمر بممارساته وبسيطرته على دمشق وعدد من المناطق وأصبح بمنأة عن أي تدخل عسكري غربي أو طبعا إقليمي التدخل العسكري الوحيد الذي صار ممكن بالتالي بظل الفراغ الغربي وعدم وجود سياسات واضحة وبظل الصراع الإقليمي لما يوصل لحسم ما بين إيران من جهة والسعودية من جهة دانية مع وجود قطر وتركيا كطرف له حسبات مختلفة هو التدخل الروسي روسيا بالعام 2015 بدأ التدخل وروسيا إلى مجموعة أهداف من تدخلها أولا سوريا هي حليفة الوحيد المتبقي بالمنطقة بعدما سأت الحليف الليبي وبعدما خسرت بالسابق الحليف العراقي وبعدما أيضا سأت النظام اليمني اللي كان يشتري سلاح منها وأصبحت سوريا هي حلقة الوصل الأساسي لألها بالمنطقة ثم بسوريا هناك قاعدة عسكرية روسية مهيئة للتوسع على البحر المتوسط سوريا زبون بتجارة الأسلحة مع روسيا في كتير مشاريع اتصادية روسية بسوريا والكنيسة الأرتدوكسية الروسية كانت لها موقف خاص ضمن ما يسمى بمسيحي الشرق واعتبار أنه نظام الأسد حاميون فكل هالعناصر قدت إلى تدخل روسيا من ضمن استراتيجية روسية للعودة إلى الساحة الدولية بدأت بأوكرانيا وبجورجيا واكتملت بالحالة السورية وبوتين قال بشكل واضح أنه تدخلنا بسوريا كان من أجل وقف ما سمى ربيع عربي وأيضا وزير الدفاع الروسي قال بعد تدخلنا بسوريا مبيعاتنا للأسلحة تطورت بشكل أساسي وقال أكثر من مسؤول روسي أنه التدخل الروسي في سوريا أظهر لمجموعة أنظمة عربية أنه روسيا هي حليف أجدى بالعلاقة من أمريكا لأنها وفية لحلفاء في حين أمريكا تخلت عن زين العبدين بالعلي وعن حسنين مبارك وعن علي عبدالله صالح أما نحن فبعد ما خدعنا بليبيا تدخلنا لمنع تغييد النظام السوري فروسيا بالتالي استفادت من الغياب السياسات الواضحة من قبل الدول الغربية لأسباب عديدة من كما في وقت لتحليله لتفرض نفسها لعب أساسي بسوريا وأصبحت الخريطة السورية اليوم خريطة مفككة وتراب الوطني السوري مفتت إذا منطلع بالنتائج الحرب الضارية 23 مليون هو عدد سكان سوريا في بيناتهم حوالي 12 مليون أو 13 مليون خارج بيوتهم جزء منهم مهجرين داخل سوريا نصفهم تقريبا نزوح داخلي فقدوا بيوتهم دمرت أحيانا صودرت من قبل النظام وجزء آخر خارج سوريا بدول المنطقة تركيا لبنان الأردن شمال العراق ومصر وبأوروبا ألمانيا بشكل أساسي بعدين السويد وبدول أخرى النظام السوري استخدم سياسات تشبه سياسات الاستيطانية الإسرائيلية عمل قانون اسمه القانون رقم 10 هو مثل قانون الغائب بإسرائيل يسمح له أنه يصادر أراضي الغائبين أو اللي ما بيقدر يثبتوا خلال مهلة معينة ملكيتهم لبيت أو لقطعة أرض وبلش يمارس هاي المصادرة المناطق اللي دمرها غير ديموغرافيتها ويهدف في حال قدر يطبع مع دول عديدة أنه يرجع يعيد إعمارة مع تغيير ببنيتها الاجتماعية والطائفية والسياسية طبعاً إيران تسيطر على أقسام من سوريا روسيا تسيطر على أقسام أخرى وهن متحالفين حتى الآن على الأقل الأمريكيين تدخلوا في سوريا فقط ضد داعش ضد تنظيم الدول الإسلامية ودعموا الميليشيات الكردية في قتالها ضد داعش ويسيطروا مع هالميليشيات على جزء أيضاً من سوريا تركيا تدخلت عسكرياً بعدما كانت تدعم بالواسطة تدخلت مباشرةً ابتداء من آخر العام 2015 وتسيطر على أجزاء من سوريا مع أولوية تركية لمنع قيام دولة كردية أو حكم ذات كردة بالشمال والشمال الشرق السوري ومعظم أطياف المعارضة السورية تم ضربة أو أضعفات أو تلاشت وبتتحمل أحياناً جزء من المسئولية لأنه ما قدرت تبني جبهة موحدة واضحة الأهداف يخضع العمل العسكري لأولوياتها أيضاً المعارضة تشتتت واختيل من قبل النظام ومن قبل داعش العديد من الوجوه المضيئة وذات المستقية فيها مما أدى إلى إضعاف إضافة لألة وعدد من وجوه المستقلة والمحترمة أيضاً من قياداتها اضطرت لمغادرة سوريا والبعض الآخر مختفي بسجون النظام السوري أو اختفى بسجون داعش لهيك المشهد السوري اليوم هو مشهد فعلاً بائس ومحزن إنما مشان ما تبقى الصورة سودوية إلى هذا الحد هناك أيضاً في الحالة السورية بروز لديناميات جديدة من ضمنها مثلاً العمل الحقوقي اللي عم يصير من أجل محاكمة القتلى وإنهاء الحصاني لحمة نظام سوري من العام 1970 لليوم في محاكمات بدأت بألمانيا في مذكرات توقيف صارت بفرنسا بالنمسا في شغل عم يتحضر له بالسوات وداخل سوريا في عمليات توثيق دقيقة جداً للجرائم وللانتهاكات اللي صارت في حملات نسوية وفي حملات مواطنية من أجل انتزاع حقوق ومن أجل فرض ثقافة جديدة بالمجتمع في كتابات نسوية وشبابية جديدة مع روح ومع نفس جديد في مواقع صحفية جديدة نشأت في نوع من السردية السورية البديلة لسردية النظام ولسرديات أخرى صارت موجودة وفي فنون الإبداع فيها انفجر بسوريا بعد الثورة يعني في بعض الجوانب المضيئة كمان بالتجربة اللي صارت إضافة إلى كل الشجاعة والتصميم اللي عبر عنه سوريين وسوريات اكتار بالسنوات الأخيرة إنما طبعا توازن القوى اليوم مأساوي وسوريا بالتالي متنازع عليها وترابة مسيطرة عليها من قبل أطراف عديدة إسرائيل وسط كل هالأمر استفادت من التدمير اللي حصل بسوريا ما استفيده أيضا من وجود أمريكا وروسيا منذكر إنه روسيا على تنسيق دائم مع إسرائيل فيما خاص الشأن السوري والطيران الإسرائيلي لما بيدرب مواقع لحزب الله داخل سوريا بيقطع ضمن المناطق اللي مسيطر عليها روسيا ولا يتم بالطبع اعتراضه بالعكس هناك تنسيق دائم بين إسرائيل وروسيا روسيا عندها أيضا اللعبة داخلية بسوريا هي توازن بين إسرائيل وإيران يعني ما بدأ إيران عبر حزب الله سيطر تماما وبتترك إسرائيل بالتالي باستمرار تقلم لأظافرة إذا نستخدم التعبير الصحفي حول الموضوع فهي التوازنات كلها اليوم مفروضة على سوريا وبتجعل من المسألة السورية مسألة أساسية بمنطقتنا أولا بسبب المأساة الإنسانية تانيا بسبب الكفاح السوري المستمر ولو من المنفى أو من مواقع مختلفة وبيطلب تضامن أكتر مع سوريا لأنه قلة التضامن اللي شفناها تحديدا بأوساط تقدمية ويسارية هي فعلا محزنة وممكن نتناول بعض جوانبها هالموضوع اللي هو اللي هو علاقة باليسار بشكل عام يمكن بيستحق بعض التوقف لأنه كان محزن جدا ولافت اليمين المضطرف وبعض أوساط اليمين بالغرب ما أنه مفاجئ عدم تضامنة أو عدم اهتمامة بالثورات العربية وبالثورة السورية بما أنه عم نحكي عنها لأنه فيه هناك مجموعة أمور يعني يعتد فيها بالخطاب اليمين التأليدي وطبعا بالخطاب اليمين المضطرف منها أنه المجتمعات العربية والمسلمة غير مهيئة على الديمقراطية وأنه الديمقراطية والعدالة والمفاهيم الحديثة اللي قامت بتجارب غربية ما بتثبط أو ما بتركب ما ممكن يكون إلى مكان بهالدول هاي بأسباب سقفية ودينية يعني خطاب ثقافة وعنصرة أساسة هو منطلق لإعتبارات تانية اليمين المضطرف مسامي شارك فيها اللي هي أنه هالثورات بتأدي لوصول لاجئين لأوروبا نحنا ما بدنا لاجئين لا نريد وجود أجانب هالنمط من الكلام في نقطة إضافية هي مسألة مسيحية الشرق موجودة بسوريا موجودة إلا حد ما بمصر ولو أقل والدعاية اللي اعتمدى النظام السوري على الدوام والتي بتاعتمدى معظم الأنظمة المعنية بالموضوع أنه هي ضمانة لبقاء المسيحيين بالمنطقة وإلا إذا تغيرت الإسلاميين بسيطروا بذل سيطرة الإسلاميين المسيحيين بتم تشريدهم أو بهاجروا إلى آخرين فالموضوع الطائفة بهالمعنى إضافة للمسألة الثقافية العنصرية بيحكموا مواقف اليمين وطبعا هناك مسألة الاقتصادية العلاقة كمان بالعلاقات والتبادل التجاري والسلعي ومجموعة أمور تاني فيما يخص اليسار المفاجئ كان هو سيطرة خطاب معين بالأوساط اليسارية قائم برأيي على نقطتين أساسيتين الأولى هي تبسيط واعتناق لخطاب معادلة الإمبريالية الغربية على اعتبار أنه نظام السوري وحتى إيران وحزب الله بمثلوا هالخطاب المعادلة الإمبريالية الغربية وأن القوى اللي ضدهم هي قوى رجعية وبيخدوا مسألة سعودية بشكل دائم وبالتالي بينقلوا الكلام عن بنية النظام السوري وعن الظلم اللي بتعرضوا له السوريين وعن تحليل آليات القمع وحتى الآليات الاجتماعية والموضوع الطبقي بسوريا ما بيجيبوا سيرة هالموضوع نهائياً وبينقلوا النقاش حول سعودية وإيران حول معادلات الإمبريالية وحول الأنظمة العربية الموالية لأمريكا والمعادية لأمريكا وبينسوا مثلاً أن حافظ الأسد نسأ اشتياح لبنان بالتعاون مع الإدارة الأمريكية بينسوا أن حافظ الأسد أرسل الجيش السوري بالعام 1991 ليشارك مع الأمريكيين بالحرب بالكويت ضد العراق ضمن ما سمي بعاصفة الصحراء بينسوا أنه النظام السوري حصل على تفويد أمريكي اللي سيطر على لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية بلبنان بينسوا أنه النظام السوري فاوض مع الأمريكيين باستمرار على مجموعة أمور العلاقة بالمنطقة وكان صلة توصل أحياناً بين أمريكا وإيران فبالتالي المقولة حول سوريا أن معادلة الإمبريالية أولاً لا علاقة لها بالوقائع تانياً حتى لو كان فيه خطاب معادلة الإمبريالية هو بالتأكيد ما بيبرر للتسلط ولا الدكتاتورية فكيف بالمجازر والمدابح اللي أغمضوا عيونهم عنه وهذا نوع من العمل إيديولوجي مجرد ما حداً يشتم أمريكا حتى لو كان شاتيمته مألة معنى أو مألة إيمة بيصير فيه تعاطف من قبل بعض الغربيين اليساريين والعرب طبعاً والعالم تاليتيين معه وهاي مشكلة كبيرة مشكلة تانية إلى علاقة كمان بنوع من الغرور عند عدد من المثقفين الغربيين اليساريين اللي بيعتبروا أنه هن بيعرفوا أكتر منا واقع الأمور ببلادنا يعني هن بيعفوا أكتر واقع الأمور بمصر هن بيعفوا أكتر واقع الأمور بسوريا ونحن كأنه مضللين أو عاطفيين أو يعني كأنه خلقنا بهالمنطقة لنبقى قابلينين بالديكتاتورية وبالاستبداد وبالظلم وباللعدالة الاجتماعية وبالفساد وإذا ثرنا عليهم ممكن نهدد مصالح ونغير توازنات ونصير نفيد أجندات غربية وأمبريالية وصهيونية وإلى آخر فهيدا النمط من التعالي ومن رفض فهم الاجتماع السياسي ببلادنا والصراع الطبقي ببلادنا والصراع السياسي والحقوق الإنسانية العامة وحقوق البشر اللي عم نحاول كل واحد من موقعه أنه ينتزع أو يدافع عنه ما بتعني لهم أمام عنوين كبرى وأمام غرور وأمام ادعاء فهم وأمام عداء للإستبلشمنت أو للسياسات اللي ببلادهم نفسها اللي بقولون ان هني بيعرفوها وبالتالي بدهم يحمونها منها فسوريا راحت ضاعت إلى حد ما قضيتها ضمن هالاعتبارات هاي وضيف لألا أكيد الاعتبار الخاص بالطوى الإسلامية وبالتضليل اللي سهم بعض الصحفيين وبعض المفقفين العرب والغربيين بترويجوا هو أنه إما هذه الأنظمة أو الفوضى والخراب وداعش والجهاديين وهي كمان صبت للصالح النظام السوري وختاما يعني ممكن القول كمان أنه الوضع المصري ووضع عدد من الدول إن باليمن والحرب اللي فيها والتدخل الإماراتي والصعودي اللي صار أو بالبحرين وقمع الانتفاضة اللي صارت من قبل النظام البحريني والسعودية بحجة الخطر الإيراني أو يعني بالحالة المصرية كون مصر كان مفترض لو نشحت الثورة فيها وبدأ مسار سياسي انتقالي جدّي إنها ترفض حركات تحرورية بعدد من الدول الأخرى نعكاس الوضع المصري على وضع سوريا وعلى وضع المنطقة كمان كان له أثر أساسي ومصر فيه بالحالة العربية أي إمكانية لاستنهاض رأي عام أو جهود أو قوى ما عدا اللي يعني كرست حالة لدعم الثورات والتغيير أثرت كمان على الوضع السوري وعلى معنويات كتار من اللي عم يشتغلوا بالحالة السورية فمجموعة عوامل هي اللي وصلت ربما للوضع الحالي والأهم اليوم هو رغم كل اللي صار اعتبار أنه ما زال هناك أولويات إلا علاقة بالمسألة الديمقراطية إلا علاقة بمسألة العدالة الاجتماعية إلا علاقة بالدفاع عن الحريات وبدعم كل من يعمل لذلك بأي بلد بالمنطقة وخارجها وبإيجاب تحالفات جديدة ما بين هالقوى الحية اللي عم تحاول تغير واللي عم بتدافع عن حالة بكل بلد وبأعتقد هيدا التضامن المشترك اللي ممكن اليوم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب اللقاءات اللي عم تصير للأسف خارج المنطقة بس برضو يعني مفيد كله نقدر نحافظ عليه ونطوره بالمقبل من الأيام ضمن أفق تغييره بتستحقه مجتمعتنا